بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعون إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يناجونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تقرج إليهم لكان خيرا له والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناجمين واعلموا أن فيكم رسول الله لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنستم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكتوق والعصيات أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقتطوا إن الله يحب المقتطين إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهن إنما ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يسب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئت ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله ثواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا لما قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرسابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بطير بما تعملون